في جنون بيحصل في سوق الانتقالات الصيفية أرقام كبيرة جدا وارقام ضخمة جدا 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 من يومين كان سوق الانتقالات في أوروبا أغلق في السعودية لسه لم يغلق وانا بقولي السعودية أو في الدوري السعودي عشان دوري السعودي في القائمة قائمة أغلى عشرين صفقة في سوق الانتقالات الصيفية لسه فاضله ثلاثة أيام في الدوري لها الصفقات اتعاملت أغلى عشرين صفقة اتعاملوا حتى لها ديكلان رايس من وستهام إلى أرسنال 116 مليون يورو ديكلان رايس النهاردة جاب جول جول في الوقت قاتل في مبارات أرسنال ومبارات أرسنال ومبارات أرسنال ومبارات أرسنال يونايتد وفاز أرسنال 3-1 جيلس من المناسبة جاب جول حلو قوي كمان ماشي موسيس كسيدو راح من برايتون إلى تشيلسن 116 مليون يورو اللاعب طبعا طرفين كان قرائب من ليفربول وجيورجان كروب طرف يتكلم عنه في الآخر راح شلسن 116 جود بيرنج هام من دورت إلى ريال مدريد 103 مليون يورو دي أهم صفقة اتعامل في سوق الانتقالات الصحيفية بحجم التأثير اللي عمله بيرنج هام مع ريال مدريد منذ انضمامه للفريق هاركين طبعا من توتن هام إلى بارل ميونيك بمئة مليون يورو وكولومواني من انتراكت فرانكفورت إلى باريس سان جرمان 95 مليون يورو طبعا فاكرين طبعا كولومواني اللي ضيع الفرصة اللي ضيعت عن فرنسا كاس العالم قدام الأرجنتين لعب مهم جدا وكان مسجل على ما أتذكر 24 هدف مع انتراكت فرانكفورت الموسم الماضي لعب مهم جدا وسريع جدا كمان جيفارديول راح من المدافع الكرواتي القوي جدا راح من لايبزيك إلى منشستر سيتي ب90 مليون يورو وطبعا البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان إلى الهلال السعودي ب90 مليون كمان هايلاند اللي شارك النهاردة مع ماتشستر سيتيت في جزء من المباراة انتقل من أتالنطا إلى ماتشستر سيتيت ب75 مليون يورو المهاجم اللي بيقوله هيبقى كويس يعني لسنا مشوفناش كاي هاورز الصفقة اللي عليها انتقادات كثيرة جدا انتقل من تشيلسي إلى أرسل ب75 مليون يورو واسوبوصلاي اللعب المؤثر جدا المميز جدا 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 مع ليفربول وسجل هدف النهاردة حلو قوي انتقل من لايبزيك إلى ليفربول ب70 مليون يورو دي صفقة برضو من الصفقات المهمة جدا ماسول ماونت انتقل من تشيلسي إلى منشستر يونيتد ب64 مليون يورو لعب شوت وتصاب بعد كده في بداية الموسم وتنالي الإطالي اللعب المميز جدا من ميلا إلى نيوكاسل يونيتد 64 مليون يورو ونيوكاسل عام الموسم سيء جدا لابيا راح من ساوس هامتون إلى تشيلسي ب62 مليون يورو وماتيس نونيز من ويلبر هابتون إلى منشستر سيتي ب62 مليون يورو 15 كريستوفر نكونكو من لايبزيك إلى تشيلسي 60 مليون يورو لم يشارك مع تشيلسي حتى الآن لأنه مو صاحب ولعب مهم جدا لعب فرنسي مهم جدا وفي المركز 16 يتواجد جيرمي دوكو من رين إلى منشستر سيتي ب60 مليون يورو ومانويل اوغارت من سبورتين براجا إلى باريس سان جرمان ب60 مليون يورو وغرت على فكرة هيبقى واحد من أهم أهم لعب الوسط في العالم لعب مميز جدا وصفقة ذكية جدا من باريس سان جرمان لعب مهم جدا مالكم راح من زيدي ساب باترسبرج إلى الهلال السعودي ب60 مليون يورو وغطافي راح من بورتو إلى النصر ب60 مليون يورو وأليكساندر متروبيتش من فلهم إلى الهلال ب52 مليون يورو دول أبرز أو أغلى 20 صفقة في الانتقالات الصيفية حتى هذه اللحظة وأقول حتى هذه اللحظة عشان زي ما أقول لكم الدولي السعودي لسه فاتح كمان ثلاثة أيام فاطلة الانتقالات ترجمة نانسي قنقر